تتفاعل بشكل ملحوظ قضية السماد المسرطن بعد أن كشف عنها النائب السابق رحيم الدراجي مخاطبا المرجعية والجهة المعنية والرقابية بإيقاف كارثة كبرى وقتل للفلاحين وعوائلهم محذرا من استخدامه وتوزيعه بعد دخول كميات كبيرة منها إلى البلاد بموجب العقد الأولي اللي تم العقد وياه خمسين ألف طن حسب المعلومات الواردة إلينا تم توزيع تقريبا خمسة وثلاثين ألف طن أكو كميات موجودة بالمخازن ومخازن الشركة التجهيزات الزراعية وأكو عقد ثاني طبعا تم مكافأة للمستعمر اللي هم يسمونه مستثمر وقعوا عقد ثاني بمثين ألف طن توجهنا نحو وزارة الزراعة لمعرفة تفاصيل العقد المبرم بينها وبين وزارة الصناعة والكميات المستلمة والمخزنة لديها حيث أكدت بأنها ماضية بإجراءات حقيقية لمعرفة صلاحيات استخدامها دون توزيع تلك الأسمدة على الفلاحين استلمنا منهم ثلاثين ألف طن وفق المواصفات باعتبارة يومية كل ما نحمل نفخص وبالتالي وصلنا إلى تقريبا يوم أربعة تسعة يعني بعد الثلاثين هناك ظهر بعض العينات أنه بيها نسبة شعر حقيقة إحنا وقفنا عملية الاستلام أول شيء من المعمل فضلا قمنا بإعادة الفحص على هذه للتأكيد منها ننتظر نتائج الفحص المختبري إذا ما ظهرت بها شعاع سيتم إعادة هذه السماد إلى الشركة وفي نهاية شهر تموز الماضي أعلنت وزارة الصناعة والمعادن افتتاح مصنع لإنتاج سماد الداب في محافظة البصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى خمسمائة ألف طن في السنة الواحدة والذي تبين فيما بعد أنه مخزن لتعبئة السماد الروسي فقط دون تصنيعه بحسب لجنة الزراعة النيابية من بغداد المرغزي روداو